بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة الأحبة السلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله في هذا المساء المبارك بإذن الله في بيت الله الحرام أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا في جنات النعيم حديثنا في هذا اليوم أيها الإخوة حديث تمس الحاجة إليه في هذا الزمن الذي اختلت فيه الموازين واضطربت فيه الأمور وعدى كثير من الناس على شريعة الله سبحانه وتعالى إما بالزيادة فيها وإما بالنقص منها وشريعة الله سبحانه وتعالى هي ما ارتضاه لعباده وأرسل به رسوله عليه الصلاة والسلام وأنزل له كتابه المبين القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى رحمةً وهدى للعالمين ليس لمن كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فحسب بل لكل الخلق جميعا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفيما بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في كتابه الكريم ومما جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام لرسوله يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا يعني الذين كانوا في زمنه والذين يأتون من بعده وشريعة الله سبحانه وتعالى هي الدين الذي ارتضاه لعباده سبحانه وتعالى كما جاء في قوله تبارك وتعالى في اليوم العظيم يوم عرفة في حجة الوداع التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت في خاتمة حياته المباركة أنزل الله سبحانه وتعالى عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا الذي رضيه الله لنا أفلا نرضاه لأنفسنا بلى والله إن هذا هو الواجب المتعين على كل منا وقد يحصل التفريط وقد يحصل التهاون وقد تحصل الأخطاء ولكن الحق واضح ومن هداه الله سبحانه وتعالى لا بد أن يفيئ إلى الصراط المستقيم صراط الله الذي بيّنه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام ولما كانت الشريعة التي أنزلها الله هي بهذه المثابة خالدة إلى يوم الدين ليس بعدها شريعة وليس بعد محمد عليه الصلاة والسلام رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم يقول ربنا تبارك وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين فالذي يقول بعد ذلك إنه نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام هذا كاذب بلا ريب بشهادة القرآن الكريم لأن الله سبحانه وتعالى يقول عن رسوله عليه الصلاة والسلام إنه خاتم النبيين فكيف يأتي أحد ويتزيد ويقول بأنه نبي الأمر الآخر أيها الإخوة أن خلود هذه الشريعة وكونها الدين الذي رضيه الله لعباده إلى يوم القيامة يقتضي ثبات أصولها والمحافظة عليها لكن من هو الذي سيحافظ على هذه الشريعة هو ربنا تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر يقول ربنا تبارك وتعالى وإنا له لحافظون فلا خوف على هذه الشريعة من أن تتغير أو أن ينقص منها أو أن يزاد فيها لأنها محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى وحفظ الشريعة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يقتضي أيضا حفظ العلماء الذين يقومون بها أن العلماء هم ورثة الأنبياء والعلماء هم الذين يبينون شرع الله للناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام والعلماء هم الذين يدفعون الشبه ويبينون الأخطاء ويدلون الناس على صراط الله المستقيم فالدين محفوظ في أصوله محفوظ بحفظ حملته إلى يوم القيامة بإذن الله لكن البشر أيها الإخوة قد تدفعهم النوازع القريبة أو البعيدة التي ربما كان لبعضها مبعث حسن ونية حسنة لكنها قد تخالف شرع الله سبحانه وتعالى هذا الدين ليس متروكا لأهواء البشر كل واحد يتصرف كما شاء وكل واحد يعبد الله على هواه وعلى مزاجه لا الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبين لنا سبحانه وتعالى كيف نعبده حتى نكون مطيعين لله سبحانه وتعالى محققين لما خلقنا من أجله يجب أن نعبد الله وأن نتقيه باتباع ما شرعه لنا لأن العبادة هي حق الله العبادة حق الله على عبيده من أين نعرف هذا الحق؟ مما جاء في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولهذا أيها الإخوة عنوان حديثنا هو عن وسطية هذا الدين وسطية الإسلام الإسلام هو الدين الوسط هو الدين الحق وهذا هذه الأمة التي تحمل هذا الدين هي الأمة الوسط كما ذكر ربنا تبارك وتعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَاً الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ما معنى هذه الوسطية أيها الإخوة الوسطية هذه تعني العدالة تعني الاستقامة لأن العدل هو المستقيم والاستقامة هنا ما هي اتباع شرع الله كما أنزله الله سبحانه وتعالى من غير أن يكون للأهواء والتحريفات والضلالات على شرع الله سلطان لماذا كانت هذه الأمة هي الأمة العدل هي الأمة المستقيمة لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعلها شاهدة على بقية الأمم وهذا من تكريم الله لهذه الأمة الأمة هذه سبقت بأمم كثيرة عبر التاريخ وهذه الأمة هي خاتمة الأمم ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة شاهدة بما شرع لها وبما أنزل عليها على بقية الأمم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس هذا من تكريم الله لهذه الأمة نحن نعلم في مجال الحقوق والتقاضي أنه لا بد لإثبات الحقوق في بعض الأحيان من وجود شهود يشهدون بالحق لكن هذه الشهادة لابد أن تكون مؤداة من العدول الشاهد إذا لم يكن عدلاً ترد شهادته فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة شاهدة على الأمم لأنها هي أمة العدل أمة الحق الأمة التي جاءت وسطاً بين الضلالات السابقة والتفريط السابق في شرع الله سبحانه وتعالى وهذه هي السمة التي تميز شريعة الله سبحانه وتعالى هذه التي أنزلها على محمد عليه الصلاة والسلام والتي تعبد بها أمته من لدن بعثته إلى نهاية هذا العالم هذه الشريعة أيها الإخوة تميزت بهذا الاعتدال بهذا الاستقامة بهذه الاستقامة بمراعاة جميع الأحوال والظروف ولذلك حق لها أن تكون هي الشريعة الخالدة الباقية هناك أمم سبقتنا زادت على ما شرعه الله سبحانه وتعالى عليها النصارى مثلاً ولا نريد أن نسترسل في ذكر هذه الأمم النصارى زادوا على ما شرعه الله سبحانه وتعالى لهم على لسان عيسى عليه السلام بأنهم ابتدعوا رهبانية الرهبانية هذه الانقطاع والانعزال عن الدنيا والزهد فيها والانزواء في الصوامع وأماكن العبادة والتبتل من أين لهم هذا هم جاءوا به من عند أنفسهم بزعمهم أنهم يتقربون إلى الله بهذا الأمر ونكسوا عما شرعه الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى عاب عليهم قال ورهبانية ابتدعوها يعني أنها ليست في شرع الله ما كتبناها عليهم الله ما كتبها عليهم لكن هم زعموا أنهم يفعلون هذا ابتغاء رضوان الله قال ومع ذلك بأنهم ألزموا أنفسهم بهذا وابتدعوه فما رعاوها حق رعايتها زادوا على شرع الله أمورا مخالفة وزعموا أنهم يطيعون الله بذلك ولكنهم أيضا لم يفوا بوعدهم هذا لكن الأمة هذه رحمها الله سبحانه وتعالى وبين لها هذه الشريعة جاءت لإصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة ليست للدنيا فقط وليست للآخرة فقط جاءت لكل ذلك الدنيا هي الطريق إلى الآخرة هي السبيل إلى الوصول إلى الآخرة هل يمكن أن يمر الإنسان أو المكلف من الإنس أو الجان إلى الآخرة بدون أن يعبر من الدنيا لابد فالدنيا مزرعة الآخرة يعني الذي تزرعه في الدنيا تحصده في أي مكان في الآخرة لكن هذه الزراعة التي في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا فيها فرجا ومخرجا ليست كلها عبادات خاصة متعلقة بحق الله وإن كان كل شيء في هذا الوجود لحق الله لكن ليست كلها صلاة وركوع وسجود أمور كثيرة راعت حقوق البدن إنسان الذي يعمل ويتعبد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يريح بدنه راعت حقوق الأهل راعت حقوق الجيران والضيوف راعت رغبات الإنسان في أن يستمتع بملذات الحياة كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق من حرمها؟ التحليل والتحريم لله قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة في الدنيا لهم ولغيرهم من خلق الله المؤمن والكافر والمطيع والعاصي كلهم يستمتعون بما أباحه الله بما أوجده في هذا الكون من النعم في الدنيا هذه الطيبات ليست خاصة بالمؤمنين هم شركاء مع غيرهم لكن في القيامة في الآخرة لمن هذه خالصة يوم القيامة لعباد الله المؤمنين ليس للكافرين ولا للمعاندين ولا لأعداء الدين فيها نصيب قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ولله سبحانه وتعالى الحق الأعظم على الإنسان في هذه الحياة في طاعته وعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادات التي كلفنا بها الصلاة والصيام والزكاة والحج والبعد عن الشرك الإخلاص لله في العبادة ألا لله الدين الخالص وأن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وغيرها مما أوجبه الله علينا وغيرها مما نهانا عنه هذه عبادات لله سبحانه وتعالى لكن هناك حقوق كثيرة تتعلق بغير هذه العبادات الخاصة هي في الجملة إقامة لشرع الله سبحانه وتعالى وإطاعة له لأن الذي يعمر الحياة الدنيا بطاعة الله هذا مأجور الإنسان يؤجر على أكله وشربه يؤجر عليه عند الله سبحانه وتعالى إذا ابتغى بذلك وجه الله مع أن الأكل والشرب من المباحات ما هو واجب عليك أن تأكل وتشرب لكن إذا أكلت وشربت وأنت تقصد معناً حسناً يحبه الله سبحانه وتعالى كانت لك هذه عبادة الإنسان يأكل ويشرب ليتقوى بدنه لماذا يتقوى بدنه ليعبد ربه سبحانه وتعالى يقيم الصلاة ويأتي الزكاة ويحج ويصوب أما الذي يضعف ولا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يقوم هذا لا يستطيع أن يؤدي العبادة على وجهه الإنسان يريد أن يتقوى ليكسب عيشه اكتسب الرزق يريد أن يتقوى لينفق على أسرته يريد أن يتقوى لينفع مجتمعه إلى آخر ما هناك من أبواب المنافع الدنيوية هذه كلها إذا فعلها الإنسان حتى النوم والاستيقاظ الإنسان إذا نام ينام النوم شيء فطري طبي في الناس جميعا أنهم ينامون لكن إذا ابتغى الإنسان بنومته هذه ما عند الله سبحانه وتعالى معنى حسن نام ليقوم لصلاته نشيطا كتب الله له الأجر بذلك وهذا ما ذكره الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه معاذ هذا كان من علماء الصحابة وبشهادة النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الصحابة بالحلال والحراب معاذ مع أنه كان شابا صغير السن وبعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن مع أبي موسى الأشعري بعثهما يعلمان الناس ويحكمان بينهم ويقضيان بالعدل ويقيمان شرع الله سبحانه وتعالى في تلك الديار وكان معاذ في ناحية وأبو موسى في ناحية أخرى من هذه البلاد أعادها الله إلى أهلها ونشر بين ربوعها الأمن والإيمان والسلام هذه كان يلتقيان في نهاية الأسبوع وكان أبو موسى يسأل معاذا كيف تقضي وقتك في الليل بالنهار مع الناس في الليل كيف تقضي وقتك قال أنام وأقوم هذا شيء كل الناس يفعلونه لكن المعنى الذي أضافه هذا الفقيه العظيم صاحب رسول الله إلى هذا المعنى قال ولكني أحتسب يعني على الله أطلب الأجر بنومتي وبقومتي إذا قمت وتوضأت وصليت أحتسب الأجر بهذا وإذا نمت أحتسب الأجر بهذه النومة لأنها هي التي تعينني على ماذا على القيام وعلى أداء حق الله سبحانه وتعالى هذا المعنى يتعلق بأمر دنيوي لكن الإنسان المسلم يستطيع أن يجعله عبادة لله سبحانه وتعالى الشريعة ما ألزمتنا بأن نصلي الوقت كله لكنها جعلت الصلاة في أوقات محددة من اليوم والليل وبقى الوقت لك ما ألزمتنا هذه الشريعة بأن حج في كل الأوقات في كل السنوات الحج مرة واحدة في العمو الزكاة مرة واحدة في السنة أو عند الحصاد في الزروع وآتوا حقه يوم حصاده لكن هناك مساحة كبيرة تركتها الشريعة لحاجات الناس وهذا مظهر يدل على كمال هذه الشريعة لأن الشريعة لو لم ترعى هذه الأمور لما أمكن لها أن تكون خالدة باقي طيب كيف يتعبد الناس كيف يطيعون الله بما لا يشق عليهم الشريعة جاءت بتكاليف بأمور لا تشق على الناس يعني لا تقعدهم لا يسقط الإنسان من التعب والإعياء بسبب الصلاة ولا بسبب الصوم وإذا كان يخشى على نفسه أو وقع في مرض أو سفر في الصوم أباح الله له الفطر ويقضي من أيام أخر وهكذا الشريعة راعت هذه الحقوق بيّنت للناس المنهج الوسط في التعامل في التصرف في شؤون الحياة الإنسان قد يكتسب مالا ولكن ربما بذّر فيه وأسرف في إنفاقه فأضاعه وربما شد يده عليه فمنع الحقوق الواجبة فيه بالبخل لكن الشريعة بيّنت لنا المنهج الوسط منهج العدل منهج المستقيم الذي به تقوم الحياة وتستمر الله سبحانه وتعالى يقول وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إن المبذِّرين كانوا إخوان الشياطين ويقول وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلى عُنُقِكَ معنى الغالي يعني هذا كناية عن إمساك الإنسان وبخله وتقتيره كأنه ربط يده في عُنُقه وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا هذا خطأ وهذا خطأ إذن المنهج الوسط الذي يرعى الحقوق ويراعي حاجات النفوس إنسان عنده مال يحب ماله الشريعة ما جاءت قال تأنفقوا أموالكم ينفق شيئا يسيرا لا يضر بماله ويبقى ماله له ثم بيّنت الأجر العظيم للمنفق حتى هذا الذي تنفقه يكتب الله لك به أجرا عظيما في القراءة قراءة القرآن في الصلاة أو في المسجد يقرأ الإنسان طيب هذا شيء جيد لكن كيف يقرأ في صلاته يرفع صوته إلى أقصى غاية حتى يشوش على من حوله الذين بجواره الذي يقرأ والذي يذكر والذي يصلي تختلط عليه الأمور بسبب رفع هذا الصوت لا يستطيع أن يصلي ولا أن يخشع أو أنه يصلي وهو يسر في قراءته لا يكاد يسمعه أحد لا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا أمور كثيرة تدل على هذه الوسطية لأنها إضافة إلى القيام بحق الله فيها قيام بشأن الدنيا حتى تستقيم الأمور كل تكاليف الشريعة متسمة بهذا الأمر وسط بين الإفراط والتفريط الإفراط أنك تزيد 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 على نفسك حتى تشقط تتعب والتفريط والتقصير والتهاون والتضيع لا تؤدي حق الله على قدر استطاعتك فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا الإنسان يصلي الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه قائما القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة بالنسبة لمن للقادر لكن لو كان مريضا أو مقعدا هل تسقط عنه الصلاة لا لكن يصليها على حسب حاله يصليها جالسا إذا ما استطاع يصليها وهو على جنبه نائم إذا لم يستطع هذا ولا ذاك وأقله موجود ما زال عقله قائما يومئ إيماء ولو برموش عينيه للركوع والسجود المهم أن تكون في نيتك طاعة الله وأن تعقد العزم في قلبك على أن لا تقصر في حق الله على قدر استطاعته ما جعل عليكم في الدين من حرج هذا أمر ملحوظ كم تستغرق الصلوات من أوقاتنا لو جئنا نحسد هذه الصلوات الخمس بالنسبة لساعات اليوم اليوم كم ساعة والليل 24 ساعة كم تستغرق الصلاة مننا من هذا الوقت ساعة أو أقل لو حسبتها يعني بالدقة فهذه لا تقعدنا ولا تمنعنا من مصالحنا ولا تحول بيننا وبين ما نحب من الأمور التي أباحها الله سبحانه وتعالى هذا مظهر من مظاهر سمو الشريعة وكمالها فمهما أردنا أن نطيع الله سبحانه وتعالى بشيء غير هذا فنحن متجاوزون لحدود الشرع إذا أردنا أن نكون من الأمة الوسط أمة العدل أمة الاستقامة لا بد أن نحافظ على هذا المعنى وإلا فنحن خارجون عنه إذا جئنا بعبادات من عند أنفسنا لم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بها فنحن على خطر عظيم لأننا زدنا على شرع الله سبحانه وتعالى وربما هذه الزيادة تكون سبباً في تقصيرنا في العبادات التي افترضها الله سبحانه وتعالى كذلك التساهل في هذه العبادات التي ألزمنا الله سبحانه وتعالى تهاول تفريط التضييع الاتكال على وعد الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة الرحمة والمغفرة مع العمل تعمل وتتهم نفسك بالتقصير وتلجأ إلى الله أن يغفر لك ويرحمك نعم لكن أن تقعد فلا تعمل تقول الله غفور رحيم تترك الصلاة وتقول الله غفور رحيم تترك رمضان كله أو بعضه وتقول الله غفور رحيم نعم ولكن مع المغفرة والرحمة هناك شيء آخر أنه شديد العقاب لا بد أن تستحضر هذا وهذا ولذلك يقول العلماء رحمهم الله أن في ديننا من العبادات التي شرعت لنا وألزمنا بها عبادتان قلبيتان في غاية الأهمية الخوف والرجاء يعني تعبد الله سبحانه وتعالى وأنت تخاف من عقابه وتعبد الله وأنت ترجو ثوابه في وقت واحد لكن إذا أقمت أحد الجناحين وتركت الآخر فسدت الحياة ومثلوا لذلك بالطائر كم جناح للطائر جناحان هل يستطيع الطائر أن يطير بجناح واحد لا لذلك يقولون الخوف والرجاء جناحان يطير بهم المؤمن إلى مرضات الله فإذا أقمت الخوف من الله فقط ونسيت فضله ورجاء ثوابه هذا أدى بك إلى اليأس والقنوط وإذا أهملت هذا الجانب واتكلت على عفو الله وفضله بدون أن تخافه كذلك أيضا كنت كالطائر الذي كسر أحد جناحيه فيسقط ولا يستطيع أن يطير نحن في هذا الزمن أيها الإخوة ظهرت عندنا مذاهب ودعوات وفرق بعضها أو كثير منها يدعي أنه إنما خرج وإنما يعمل ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى ابتغاء رضوان الله مطلب عزيز يجب أن يتغياه كل إنسان مسلم لكن من الطريق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى الذي يريد أن ينصر الإسلام وينصر أهل الإسلام ينصرهم بماذا بالحق طريق واضح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى طريقها واضح يقول الله سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن لكن إذا جئنا ندعو الناس بالعصر أو بالسيف من لم يقبل من لم يرتدع ضربناه وقتلناه وألحقنا الضرر به هذا ليس من دين الله أنت مطلوب منك أن تسعى لإقامة دين الله مطلوب منك أن تعلم الناس لكن ليس بهذا الأسلوب حتى وإن قصدت الخير حسى وإن قصدت الخير يعني الآن في كثير من الأحيان وفي بعض البقاع وفي القرى يكون الإنسان الكبير له سلطة أدبية على الصغار ابن فلان وابن فلان إذا رأى منهم أمرا مخلا بالأدب يمكن أن يذكرهم يمكن أن يعنفهم هذا أمر مقبول متعارف على إبن الناس رأى بعضهم لا يدخل إلى المسجد في وقت الصلاة يمكن أن يقول لهم لماذا لا تصلون الصلاة خير والصلاة بركة ولا أراكم مرة أخرى خارج المسجد لا بد أن تصلوا كلام طيب لكنه لو أخذ العصى الغليظة وضرب هذا وكسر عظام هذا بقصد أن يدخلهم المسجد مسألة تجاوزت الحد تجاوزت مبدأ النصيحة تجاوزت مبدأ الحرص على الهداية هذا يؤدي إلى التنفير هذا يؤدي إلى خلاف مقصود الشرع ليس عليك هداهم الله سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يا أيها الرسول بلغ بلغ ما أنزل إليك من ربك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية البيان تعريف الناس لكن بالأسلوب المناسب بالأسلوب الحسن فحسن النية ليس دليلا على صلاح العمل لا قد تكون نيتك حسن وعملك سيء غير مقبول فكثير من هؤلاء ربما استبطنوا في دواخلهم الحرص على الإسلام والغير على حرمات الدين ولكنهم خرجوا مخرجا لا يلتأم مع شرع الله سبحانه وتعالى حكموا على من يخالفهم بالكفر واستباحوا دماءهم واستباحوا أموالهم واستباحوا أطفالهم ونساءهم يقتلون الأطفال يأتي هذا يفجر نفسه تقرباً إلى الله تتقرب إلى الله بهذا العمل بين من؟ هل بين الكفار أعداء الملة والدين؟ لا بين المسلمين وربما في المساجد لأنهم يختلفون معهم لأنهم لا يقولون بمثل قولهم وهذا من الضلال المبين هذا من الضلال المبين لا يشفع لهم حسن نواياهم أو حسن نوايا بعضهم أنهم يريدون أن ينصروا دين الله أبداً هذا ليس من شرع الله وقد وجدت في عصور الإسلام الأولى بعض الفرق التي تحمل هذا الفكر الغالي المنحرف الخوارج وجدوا من عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى وقاتلوه ومن هو علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب من السابق من أسبق الناس إلى الإسلام وابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته سيدة نساء العالمين وأب الحسن والحسين وممن شهد الرسول صلى الله عليه وسلم له بالجنة وممن شهد له الرسول بحب الله له يأتون يقاتلونه بل لا يكفي هذا بل قام أحدهم وقتل أمير المؤمنين وهو يصلي يا أم الناس لماذا؟ يقول يبتغي الجنة بهذا العمل بقتل أمير المؤمنين أي ضلال هذا؟ هذه صورة تكرر صورة تكرر بل قد تكون في زمننا هذا أكثر انتشارا وأعظم خطرا لشيوع وسائل الفتك الآن الكثيرة هذه المتفجرات وهذه الوسائل الآن القاتلة هذا ليس من الدين إذا أردت أن تنصر الإسلام وأن تطيع الله فلا بد أن تكون هذه الطاعة على منهج الله وعلى ما يرضاه الله سبحانه وتعالى أنت لست رب العالمين لا يسألك الله عن من ضل من ضل يسأله الله هو عن عمله لكن يسألك عن تقصيرك في دعوته في العمل على هدايته أما كونه لا يقبل هذا ليس من شأنك ليس عليك هداهم هذا كلام ربنا لمن يقوله ربنا لمن لرسوله عليه الصلاة والسلام هل نحن أحسن من محمد بن عبد الله هل نحن أكمل منه صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي أكمل خلق الله الإنسان الكامل والمؤيد بوحي الله وبمعجزاته هذا الرسول العظيم وخاتم الأنبياء والمرسلين وأول من يدخل الجنة محمد بن عبد الله وصاحب الحوض وصاحب الشفاعة الله يقول له ليس عليك هداه إذن ماذا أعمل يا رب إن عليك إلا البلاغ لا بد من البلاغ فالهداية بهذا رب العالمين أما أننا نريد من الناس أن يهتدوا وإلا فمصيرهم إلى هذا المصير الماحق لا هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى ثم الحكم على نوايا الناس والحكم على بعض الظواهر بما قد يوجد فيه عذر أو فيه تأويل يعني إذا وجدنا إنسانا خارج المسجد لا يصلي بقيمة الصلاة وهو ما صلى الأصل أنه لا بد أن يصلي هل نقتله هل نسارع إلى عقوبتي لا بد أن نعرف قد يكون غير متوضع ما وجد ما أن يتوضع قد يكون مسافرا وصلى جمع الصلاة هذه مع صلاة قبلها صلى العصر مع الظهر جمعها إليها قد يكون له عذر نعلمه ونسأله ونسعى في هدايته لكن لا نسعى إلى عقوبته ابتداءاً بمجرد أن نرى هذه الظواهر ولهذا الله سبحانه وتعالى بيّن مهمة العلماء الراسخين في دين الله العلماء الراسخون هم الذين يريثون عمل الأنبياء ورسالات الأنبياء وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فبعض الجهلة وبعض أنصاف المتعلمين وبعض المتعجلين قد يصدر أحكاماً على بعض الناس المسلمين ربما تحتاج إلى اجتماع العلماء الراسخين حتى يتكلموا فيها وحتى يصدروا فيها عن رأيهم معين لكن هؤلاء ليس عندهم مانع بمجرد أن يروا شيئاً فيه شبهة أو شيئاً يخالف ما في نفوسهم أصدروا أحكاماً قطعية لا تقبل النقاش هذا هو الضلال المبين لكن لا ننسى أيضاً أن من أسباب هذا الغلو وهذا التجاوز الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى والذي لا تقبله شريعة الله أن من أسباب هذا ما يوجد في بعض طوائف المسلمين من الانحلال والتفلت وتضييع الدين وربما مظاهرة أعداء المسلمين والتماهي معهم هذه المظاهر قد تحرك هؤلاء فيقوم هذه القومة المندفعة غير المنضبطة بضوابط الشرع لأنهم رأوا هذه المظاهر رأوا الناس لا يصلون في كثير من البلدان يسكرون ويزنون ويعصون ويتفلتون هذه أيضاً من الأمور المخالفة لوسطية هذا الدين الله سبحانه وتعالى أباح لنا أن نأكل من الطيبات أباح للإنسان أن يتزوج بالعفيفات المؤمنات نعم لكن ما أباح له أن يظل كالحيوانات كالعجماوات يسيح مع الإناث هذه الحيوانات التي ترونها في القطعان ذكورها وإناثها هذه تفعل أي شيء ولا تستحيي فالشريعة كرمت ورفعت من قدر أتباعها وأباحت لهم ما تشتهيه نفوسهم بالطريق الحلال من طبيعة الإنسان أن يميل الرجل إلى المرأة وأن تميل المرأة إلى الرجل لو ترك هذا الميل فطري لا نزاع فيه موجود مغروس في نفوس البشر لو ترك هذا بدون شرع وبدون بيان لا أصبح الناس كالبهائن لكن الشريعة نظمت هذا الزواج الزواج الحلال هذا أباح الله سبحانه وتعالى ما يكون حراماً بغيره يعقد الرجل على المرأة ويدفع المهر ويأخذها بشهود وبحضور وليها وبموافقتها هي فيكون الأمر حلالاً لأن ما ستترتب عليه من النتائج محفوظ إذا ولد ولد هل يكون من اللقطاء من الضائعين لا معروف أبوه ومعروفة أمه حتى لو حاول أبوه أن يقول لا أنا غير متزوج أو ليس لي أولاد هذا الكلام لا ينفعه هو تزوج فلاناً بشهود عندنا شهود لو قال بعد أن كبر الولد هذا ليس ولدي لا ينفعه هذا الكلام هذا ولده ولد في بيته وعلى فراشه ومن زوجته فلاناً هذه الشريعة راعت حاجات النفوس في قضاء الوطر في الاستمتاع الحلال في ابتغاء الولد في السكينة والأنث بالطريق الحلال يعني إذا منعت الزنا ومنعت الخنى ومنعت الأشياء المحرمة فتحت الأبواب فتحت الأبواب للحلال البيع والشراء أحله الله سبحانه وتعالى لكنه حرم الربا وحرم الغرر وحرم أكل أموال الناس بالباطل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لكنه أباح البيع وأحل الله البيع وحرم الربا هذه كلها تدلنا على أن كل شيء يبتغى به وجه الله لا بد أن يكون من طريق الشرع أما الأشياء الخارجة عن هذا والمخالف له زيادة عليه أو نقصا منه هذه ليست من شريعة الله ولا يمكن أن يكون المتلبس بها من الأمة الوسط أمة الاستقامة أمة العدل التي يحبها الله سبحانه وتعالى والأمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى شاهدة على الأمم في يوم القيامة لا بد إذن من اتباع شرع الله سبحانه وتعالى فعندما نقول وسطية الإسلام يعني أن نستقيم على شرع الله سبحانه وتعالى الذي أنزله إلينا وراعى فيه حاجاتنا وراعى فيه أمور حياتنا وآخرتنا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسي نصيبك من الدنيا ولا تنسي نصيبك من الدنيا هذه كلها أمور فيها مراعى لحاجات النفوس حتى تستطيع أن تقوم بحق الله عليها وحتى تستطيع أن تؤدي الواجب الذي من أجله خلقنا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى أما الزيادة على ذلك ليست من شرع الله والانتقاص والتحلل والتساهل وتضييع الدين هذا أيضا ليس من شرع الله سبحانه وتعالى وكثير من المسلمين الآن يفعلون الفواقر ويقعون في الفواحش وربما لو ذكروا قال الله غفور الرحيم ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز ويعفو نعم ربنا غفور الرحيم لمن لمن تاب وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى نعم أما أن تقيم على هذا التحلل من الدين والانسلاخ منه وتزعم أنك من أهله فلست من أهل الأمة الوسط التي جعلها الله سبحانه وتعالى هي أمة العدل وأمة الاستقامة والأمة الشاهدة على الأمم فلابد إذن من المحافظة على هذا المعنى حتى ولو رأينا الناس جميعا وقعوا في مخالفته بالزيادة عليه أو بالنقص منه هذا دين الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله صراط الله المستقيم هذا هو الواضح من أين عرفناه؟ من كتاب الله ومن سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يجعلنا من الأمة الوسط التي جعلها الله سبحانه وتعالى شاهدة على الأمم وأسأله أن يجعلنا من أتباع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن يجمعنا على سنته وملته وأن يجمعنا به في الآخرة وأن يسقينا من حوضه وأن يدخلنا مدخله إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ترجمة نانسي قنقر